بعد استشهاد والديك لقيت حالك تحملتي بصئولية ما كنتي ردي أو ما كنتي بدك هلأ تخطيها بهذا الحجم اللي خطيها فيه إنه إيه كانت كثير صعبة لأنه بنت اليوم بس إجي أتطلع بقول هل الحياة ظالمة أو مش ظالمة هيدا حق أو مش حق إديش أجرح لليوم بعد 18 سنة أكبر من 18 سنة قبل كملت بروائي كملت بأسلوبك أنت ما كنت عم بتتفوتي بأنه ويمكن كان مطلوب مني تكون نفس السرعة اللي كان يمكن الوالد موجود فيها أو الزحم الثوري اللي كان موجود عنده اشتغلت على حالي كون أنا أبني شخصيتي كون أنا يعني أنا ولا مرة فتحت سكرين أو دي بي دي قبل وهلأ يوتيوب تأتطلع على مقابة لبيع عملات تجربة أتقلدوا هون تفشل وهون الغلط اللي بعد أحيان الناس إنه منا متلبيع إنه منا متلبيع منا متلجدة لأ أنا ما بدي كون لا جدة ولا بيه طعرفي أنا باهتم بالإضاءة نعم بتصور وفي الشكل بالضبط شو عم تعملي بدوباي كتير عم تيجي عدوباي شغل شغل مقابلات كل شيء من اللي واحد فتحنا موقع النهار العربي من تنتين تنتين ونص تقريبا فوقت اللي بدك تغطي العالم العربي كله وبدك تتطلع على العالم بطريقة تانية بدك تجي تكون عم تشتغل إن كان بالإمارات أو بغير بلدين عربية وفتحنا مكاتب في دوباي للنهار العربي أعلننا عندهم من تقريبا سنة ونص شباط مش هيدا اللي قابلو فكمان بين شغل الموقع بتعرف الموقع قد يبدو شغل مع فيديوز وفيديو بلاتفورم إلى جنب المقابلات والبودكاست وكل هالأمور سميتوا النهار العربي ليكون أعطي إنترناشنال أو يعني أنت يكون أكثر موسع عم بيدموج العالم العربي كله ويكون لكل بلد موقعه عم بغطيله أخباره مش بس السياسية بس أخبار اجتماعية أخبار السعفية أخبار حتى تربوية أخبار رياضية لكل بلد لأنه كل بلد اليوم عنده روناء كل بلد عنده خصوصيته كل بلد في مثلا نشو عرف ني بتحكي عن العراق بحب الفوتبول بتحكي عن يعني كل بلد بيحب شي فتنقدر نهتم بكل بلد بطريقة عنا مراسلين بكل منطقة وحتى عنا مراسلين بكل العالم فاليوم تاوحد يقدر يستمر وتاوحد يقدر يتحدى نفسه رغم كل صعوبات لبنان بده يكون عم بفكر ويحلم ويطمح ويشتغل رغم كل الظروف الصعبة يعني منا زروف هيني عايشين دايما تحت الضغط عايشين دايما تحت التحدي عايشين مع كلش ما في صعوبات اللي عايش بلبنان بيعرف انه اكيد اليوم اذا بيشوف واحد لبنان عندك وجه كتير حلو وحضارة عندك وجه السياحي اللي عم بيرجع لانه هيدا لبنان اللي بيعيش رغم كلشي اللي بيرجع بيقوم الشعب رغم كلشي رغم كل الأوجيع والمصايب وفي عندك المشهد السياسي اللي بيقرف وما بيشبهنا فلووضع المالي ووضع اللي بواحد بيكون مستلم شركة وفيها مية وتمانين زميل منوش يهي يعني من بعد انفجار واختيال مدينة بيكاملة من بعد كل اللي عم بيصير فمش يهي فتالواحد يقدر يكفي ويستمر ويقدر يبقى ببلده ويكفي بده يكون عم بيطلع كمان إلى الخارج ويشتغل مظبوط يعني هي بيكفي بس إذا الصحافة انتقالة لتكون متطورة أو ديجيتل أو متويكة بالعصر أو عم تنتقل للجيل الجديد هايدي لحالة تحدي فكيف إذا بيزيد فوق التحدي الموجود الاقتصادي الموجود باللبنان يعني أصعب وأصعب يعني العالم إذا بتشوف مثل ما عم تطلع وإنت لأنه بها العالم وبنين التصوير وبين البودكاست وبين الانتربيو وبين الكاميرا وبين الكمبيوتر والأونلاين إذا بتطلع اليوم كل يوم في شي جديد كل يوم بين بين التكنولوجيا بين التطور بين السوشيال ميديا يلي كل يوم بيغيروا الألغوريزم بين كل هالمنصات السوشيال ميديا اللي نحنا كأعلميين وصحفيين وأصحاب وإنكي وسائل إعلام أو حتى إذا أنت عندك منصتك البودكاست أو هيره عندك وجود عكل هالمنصات الوسائل التواصل وكل يوم تعرف كيف يتغيروا يعني نحنا كناس بالدمان بهالمجال منضل على اتصال معهم منضل على اتصال مع فيسبوك يعني مع متا مع تويتر مع انستغرام مع كل هالأمو منضل على اتصال تناف كيف نتغير منضل مطلعين منضل نقرب الأشخاص المهتمين بهالموضوع بالشركة كمان كيف تضل يتطوروا بهالموضوع فاشي مش هيا والأي آي اللي هون الدباجة تانية الجديدة اللي انت فيت فيه كتير يعني صرت حاب الشات جي بي تي وعمددخلي بالبروغرام طبعا تعرفت من زمانه جا تعودت ربيط بابات يعني مع بي غراموا التكنولوجيا غراموا الكاميرا كل ما يطلع كاميرا تصوير فوتو جديدة بدو يشتريها وصرت عندي اياها هالخصلة وبعدين التلفونات نفس الشي يعني الكمبيوتر وحتى وقت اللي بالالفين واربع عامل المكاتب كان بدونيهم باكتر تطور تكنولوجيا الـ open space يعني كان كله هدا التطور فدايما كان هو يتطلع كيف هالمؤسسة بده تكون مثل العالم الامريكاني والاوروبي وكيف بده تكون هالقدة متطورة فهيدا كتير اخدتا وبلاقي ان الواحد اذا بده يتطور ان كان مع الاجيال الجديدة وخصوصي هلأ مع السوشال ميديا مع الانفتاح مع الانفتاح الولاد شأنه مقابينا منقول ما منحب يكونوا موفودين على السوشال ميديا ويطلعوا بس اليوم كله موفود على السوشال ميديا فاذا انت بدك تتطور بدك تكون فايت بالترند بس اكيد دلت تحافظ يعني انا اليوم بنت محافظة على الجريدة الورائية وبحكي بتشات جي بيتي وبحكي بالاي اي اي بتقبل انه ايه في مواقع جوبز يمكن يغطفوا بس يصير فيه بس الانسان بعد عنده دور ماني من هو اللي بيقول ما بق فيه انسان انا وياك رح نصير روبو ويمكن ما فيه انسان عم بيكون عم بيحاور التاني لا بس انه فيه مخ الانسان مش رح يلتهى بس اكيد فيه تطور كتير سريع كل يوم ورا تاني بس انت كفرد نايلة يمكن قادرة تتطور وعندك الهوية وعندك الشغف وعم تقول الوالد كان بيحب التكنولوجي وعم بتشوفيها بس ادي انت وعندك مؤسسة فيها يعني السماتيون زملاء مش موظفين حبيتها انه كمان قادرة انه تمشيهم لانه فيش جنريشن في اجيال انه كمان ما عم تتقبل والتكنولوجي ماشي بطريقة كتير سريعة يعني عدي عم لحق كمان كبزنس اوكي عصاعد شخص عنده يمكن سوشيل ميديا خاص فيه كبيرسونل بيقدر يمكن يلحق يتعلم من الجيل الجديد بس مؤسسة عم تغير استراتيجي عم تغير يعني سياسة معينة لطريقة شغلة قدي هيدا الشي صعب هيدا الصعوبة واجهتها من 12 سنة من 12 سنة وقت كان بعد الجريدة هي بتنزل على موقع النهار يلي بلشت من ايام جبران انا نظر معي معركة تانية معركة مستحيلة بالاول كانت لانه غير انه في زوملة وفي اسادزة اسادزة كبار اللي هلأ بعدهم موجودين يعني اليوم ازا انا بدي اتذكر في اساس فرانسوا فوق التسعين عمره وقالله يطول بعمره واندلنا نتعلم منه لانه مرجع لانه كان بتاريخ لبنان او تاريخ النهار وبالاستاذة بالاعلام وغيره وغيره وهي مش بس بالعمر هي ايام بتتواجه وحدا شاب او صوية وما بيقبل يتغير هون القصة فهيدي المرحلة الانتقال التكنولوجيا تنفوت على موقع نصير 24 ساعة عم نغطي كل الاخبار عم نكتب عن كل المواضيع عم نقدم كل المواد مش بس السياسية كانت اكبر معركة من 12 سنة انه مين هايدي الصغيرة المجنونة هاي شو جاي تعمل جاي تخرب اسم النهار ديك اللي عنده قيمته بده تروحه بده تكتب عن الفنانين بده تكتب عن كان فيه دليل النهار كانوا يكتبوا بس كانوا يعتبروا انه هدا ملحق اسمه الدليل ينزل نهار الجمعة كان مسؤول عنه جوزاف بنصار كيف بنا نكتب عن اخبار كل يوم الفنانين كيف بنا نكتب عن اخبار ما بعرفشو هنه هول الاخبار الخفيفة اللي كانوا يعتبروها كنت قلهم انحنا اليوم بنا نجذب كل الجمهور كل الكراء كل المشاهدين بنا نجذب بنا نكون احنا عم نتعاطى مع كل الاعمار ومع كل يعني مع المرة مع الرجال مع المزنسمان مع الشاب مع صبي يعني بدك تنفتح فكانت كتير صعبة بالاول انا عملت اثنين نيوز روم واحدة للجريدة واحدة للانلاين حتى كل واحد بطابق وصاروا يكرهوا بعد خيل انت بالنص على ناس تكره بعضه وانه هول جايين ياخدوا محل هول يعني لا بس بليز انه انخرطوا بالشغل انخرطوا بالاندماج لانه هيدا المستقبل مش انا بس مجدرة فوج يا انا خلص خلصة القصة فشوي شوي 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 صرت اطلب منهم انه انت عندك نهار على الديسك انت عندك نهار تقعد معنا الويبسات لا بالاخر دمجتوا انت صاروا وان نيوز روم صاروا كلهم مع بعضهم تقبلوا تقبلوا دال في مشاكل في ناس ترفض في ناس تترك خبرها للجريدة واذا صارت مرة حدا خبرنا خبرية انه هيدا سكوب لا مع نبيل بمنصف مع القهوة هيدا مع القهوة يا نبيل خلينا نحطه ابدا هاي مواشات بكرة واذت اللي خبرنا ايها بعد ساعة كان عنده موعد تاني خبره طلعت محل ثاني وليك شو عملت انه ما فيك سرعة الخبر ما فيك تقول بدي اتركها بالجريدة فسرعة الخبر سرعة السكوب صار بات نازلة بثانية تاني يوم التحدي الجريدة هو الاخبار العميقة الموضيع العميقة التحليل العميق يلي ممكن انه اليوم انا بقول لك مستقبل جريدة ورا ما بعرف مظبوط بعده وبعده بس هيك متبسكين فيه اذا موجود صح متبسكين فيه يمكن بس كنستالجيا يعني اكتر ما هو فعلا فعال يعني اوكي حلو اذا قادرين امكانيا انه نطبع مش قادرين امكانيا عم نجرب قد ما فينا نعصر حالنا ونمسك نقدر نعيش تعرف كيش واحد يكون عم بيخلي ليعيش الواحد لآخر لحظة لآخر نفس هيك فايه التطور وتكنولوجيا وتتعاطى مع الناس وتخليوني تقبلوا يعني اليوم انا هالصيفية الشباب اللي عم تخلص مدرسة ترمينال وبالجامعة بدأي يهم يجو عم بعمل نوع من اختبار انه اعرف شو بيحبوا كيف بدون يهم للنيوز كيف بدون اخبار ايا مواضيع بده بدون هنه يسمعوا بدون نتقبل نسمع للجيل الجديد ونسمع له فكتير صعبة بس هلأ هلأ صارت انه متقابلين مني اكتر لانه فهموا انه اوكي ما بعمل يعني بيسمع لون بتعلم وبوقت اللي بيخد القرار بيخدوا انا ومأكدة يعني هلأ الغلط كلنا منغلط صاروا عم بشوفوا شوي تغيير هلأ بس التكنولوجيا او كل شي عم بصير تطور نعمل بمرحلة تانية في مرحلة الديجيتل انه اوكي صارت الجريدة عم نقول نحن عم ننتقل من جريدة ورقية لجريدة على الانترنت او ديجيتل بس هلأ اكتر من هيك صارت نوعية الخبر صار موجود على السوشيال ميديا بمحتوى مختلف تماما يعني مش ضروري يكون حتى مكتوب يعني قدي الأخبار عم تنتقل عن طريق مثلا الانستجرام والتيك توك والفيديو وقدي السنيبت الصغيرة هاي دي هاي دي كيف قدريني تواكبو لانو هاي مختلفة كمان عن الديجيتل يعني هلا الديجيتل صار يعني رح يصير ترادشنل يعني عشوية انو واحد يقرأ هاي ترادشنل تاب الكونتن بأنواعه بإخباره الصغيرة هاي دي كمان بدا جيل يقدر يواكب بالديناميك بال كمان مختلف اول شي بدك اشخاص كل واحد بيتابع شي معين يعني اللي بيتابعوا تيك توك ما بيتابعوا انستغرام وبيتابعوا فيسبوك اللي صار يمكن لناس انو ما عاليش جيل جيل ما بيسمع فأكيد عنا تيم بتابع فيسبوك تيم بتابع انستغرام تيم على تيك توك ومتل ما حتى يعني نحنا عم نعمل الفيديو او المقال كيف نحاوله على فيديو وين ما نحطه يعني بتحطه على يوتيوب بطريقة بتحطه على يوتيوب بالطريقة اللونغ وتحطه بالشورد بتحطه على فيسبوك بتحطه على انستغرام تعمل تروح على تيك توك كيف داك توصل للخبر وتحطه على تيك توك هيدا تشالنج تبع مؤسسة اعلامية لأنه بدك تغير طريقة عملك بكل بلاتفور وتتعاطى معها وتتعاون معها إلى جانب الكلاسيكي اللي صار الويبسايت إلى كمان حتى الديزاين اليوم انت ما بقى تفكر ديزاين ديزاين تفكر ديزاين تليفون تابلت يعني تابلت أو التليفون تبعك كيف تبين الديزاين تبعك على السكرين هو أهم من الديزاين لأنه اليوم الناس كلها على التليفون يعيشين يعني أنا من يومين سيت تليفون نص ساعة حسيت حالة توتري ضايع انه شو عم بيصير بعدين أنا معقول لقد الواحد سالت انه هدا الشي الشغل الوحيد اللي ما بتعيش بلاها هو تليفون اكسيت بالأسف يعني مظبوط طب بس نيلة فيه كمان غير شكل فيه مصدقية يعني المحتوى فيه مصدقية الأخبار وقدي صارت بطلت إذا عم تجي من مؤسسات عم تصنعها يعني مؤسسات تلفزيون مؤسسات أو جرايد هي عم تصنع خبر فصار اللي عم يتلقى الأخبار عم بفضل لأنه أنا بعاني من هالشي لما نحنا نصنع محتوى له علاقة بال فعم نواجه أنه كل ما أنت بتصنعي كمان بشكل محترف وحلو كل ما عم ينرفض أكتر من المتلقي صار أنه لأ بده بده محتوى صناعته مبينة فيها مصدقية ما فيها حرفة يعني بس تزيد الحرفة يعني إذا واحد بيكتب خبر عندكم بطريقة محترفة صار يمكن تقبل المتلقي للخبر أقل من أنه يتقبلوا من من شخص على الطريق عادي فالمصدقية عم بيروح على المصدر من أو الخبر من مصدر ومش من مؤسسات مزبوط يعني شو ما بيصير بتشوف أنه الإنسان اللي حطه أول شي عم بتروح الفيديو فارل وين كان حتى إذا اليوم في حوت بالبحر إذا صارت حادسة ببحر الكرش وكان من كم يوم شو كان عم بيصير الكرش عم بيأكل حدا نعمل أتاك بمصر فالضغري اللي بيكون صورة ونزلها على البلاتفرم والفيديو بيروح وحتى صار الإعلام بياخده والتليفون صورة التليفون والفيديو بالتليفون هذا اللي ماشي واللايف يعني اليوم نحن حتى كإعلام بيقلك وينما كنت فتاح لايف بأي حادسة بأي موضوع فتاح لايف الناس عم بتفضل تشوف هدا الشي ضغري لايف هيدا المنعاني بس منسي نحن نرجع نعمل توازن ما بين هيدا الطريقة اللي ما بدا نكون متما نحنا معلمين والبعث مثل ما درسنا كلنا انه لأ لازم كله يكون عظيم بدك تعطي كمان بدك تجرب هلا تعمل الميزان بين اتنين تنشوف بعدين هل الأجيال الجديدة عم تكبر رح تصير متلنا ترجع كمان تحب هيدا الشي المرتب وكل هالأمور أو لأ بدون يبقوا هيك لأنه هيك ربيو هلا المصدقية كثير مهمة لأنه كمان 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 عم نعيش بفاك عنا فاك تشكين كل نهار كمان عم نعيش بفيك نيوز بعالم كله أخبار مخلوطة يعني إذا اليوم مش بتطلع في فريق مثلا بالنهار شاهلته وعملته ليل النهار الفاك نيوز يعني والمشكلة الناس بتكون قاعد انت بمحل بتصير الناس تقول لك يه ريت هاي وصار هيك وصار هيك وصار هيك بتطلع عن جد نص ساعة بيكون خبرك خمس أغلاط كلها مغلوطة ومقتنع فيها لأنه واصلت له على جروب واتس اوب أو مقتنع فيها لأنه قريب شي محال كيف من كان والخمسة بيكونوا فاك نيوز يا عمي يا جماعة وين عم تقروا شو عم تحضروا شو عم انه كله بيكون وعم نحكي وعم نحكي كمان عن الصور هلأ بلشت تطلع عن الصورة عم تشوف كتير حقيقية مظبوط ماشي ودونالد ترامب منشوفه عم يحكي بمحل وهو مش هو مش هو يعني بس اخدين صوته صورته معمول بطريقة يعني كتير كتير طبيعية تعرف هدا شي بيخوفني لأنه إذا ملاحظ بعالم السوشال ميديا قديش عم بيكونش في حقد وبوليينج وهيك الأزا تخيل كل شي رح يصير فيك تخيل الصور الفيديو الناس بها تتساءل على بعضها الناس بها تأذي بعضها يعني قديش عم نصير بمحل كله صار هيكي بتحسه غريب عجيب مش طبيعي مش بيخوف هدا الشي محل مظبوط قديش نحنا بنا نتأكلهم بس قديش بيخوف يعني أنا بيشوف فهو الفيديو بيخوفوني طيب لي بالك لما يصيروا الفلاتر أكتر ما بدي فوت فيها كتير على الآخر رسمت ما قلتي أنه يعني هلأ من فترة نزلت أبل الجوجلز اللي حب تحطيهم وتحضر كل شي الأي آي أوغمانتت رياليتي فبكرة ما نصير نحضر النيوز بـ 3D space ونشوف الأفاتار ونعمل مقابلات سواء أنت من بيروت وأنا هون وعم شوف الأفاتار تبعيك طلعتي بالبودكاست شوي حسيت أنه هيدا الكونتنت مقبول أو العالم عم تتقبله أكتر قريب لأقلة من ناحية أنه تقدر توصل خبر كمان تقدر تكوني عم تنقلي معلومي عم تطلع من دايريكت من الشخص بمقابلة طبيعية ما فيها ما فيها تحضير مثل مقابلتنا هلأ يعني ما فيه سؤال وجواب أنه عم بيحكي معناي لا بيخد رأيها دايريكت لي مش بحضر لها سؤال وعطيها وقتها تحكي اللي بداية حسيت أنه هيدا البودكاست هو شي ممكن منصة جديدة عم تتقبلها يمكن أكتر من التلفزيون ايه بتحس أنه اليوم الناس كلها صار بتقلك أنه أنا على البودكاست يعني لأنه يمكن البودكاست مثل ما قالت هيدا الحديث فيه هالسلاسة عم بتجذب الناس أكتر بيقول لك يمكن الصباح أنا عم تشرب أهوت أو المرة هي عم تعمل رياضة أو عم يعمل رياضة الرجال بيحطهم ايربودز بدينا وبيسمعوا بودكاست والحديث اللي بيجي بطريقة فيها بساطة وفيها عمق فيها حديث مثل ما قالت عم نتناقش عم نحكي عن كل الأمور عن الشغل على الحقيقة فبتلاقي أنه بلا ناس صاربدة هيدا الشي وتجرب تعرف الحلو أنه وقت الواحد يجرب يفوت بالشخص ويقدر يطلع منه بطريقة هيكي عفوية يطلع منه ويخلي الناس تتعرف عليه بغير طريقة فحلوة الفكرة حلوة هلأ يمكن بعد سنة وسنتين بيكون أنا بيكسر أنا بغير محلو بس لأنه بنعرف أنه فيه تراندز كل فترة بيمشي شي وشي بيروح شي بيبقى بس بيبقى كلاسيكي بس حلو أنه الناس تصير هيكي فيه هيدا السلاسة والحديث الدغرة هيكي مضبوط ما فيه أدت وما فيه كتير تصنع وتحضير كمان فيه شغلة بساعد بعتقد بالبودكاست أنه العالم صارت عم بتحب بتعبر عن حالة كضيوف أو أشخاص يطلعوا يحكوا يعني يمكن السوشال ميديا فتح المجال أنه شخص يطلع يعمل ستوري يحكي بس كمان لما بيصير عنده فرصة أنه يطلع على بلاتفورم يحكي قصته تجربته معاناته أو نجاحه يعني لقيت كمان أنه مع الوقت صار تستضيفي أشخاص ما كانوا يطلعوا يعني تقلينوا تعوى وطلع على تلفزيون بيقولك لا مقابلة جديا فشوي سهلت هذا الموضوع لأنه بتسمى الحديث مثل ما كنا عم نحكي والمقابلة جديا بتخوف وبلك واحد يعمل تحقيق شو محضر به المقابلة شو ممكن يكون فيه شو مقوم غلط فهون هيك ممكن السهولة بالطريقة واللي على أنا محاب يتعبر عن حالها عم تلاقي إنه شوي هيدا عم بيساعد بالوطن العربي إنه في موجة جديدة إنه الأشخاص عم بتقول رأيها عم بتقول مشاكلها نفسية صارت نوع من ترابي مظبوط ما كان موجود قبل وبحاجة أنا حتى بيجيني كتير تعليقات إنه أحكي عن 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 أمور علاقة البي بابنه بأمور يعني العلاقة بالتربية بأشخاص شباب يعبروا عن حالهم ونقول ما في قد تعالي لك بتعرف إنه من تبه إنه قبل كان كل شي خاصه بعلم النفس كانت أبو بالعالم العربي كان عيب إذا أنت بتقول أنا حكيم علم كان عيب كانوا يعتبروها أنه أنت غلط وين شو كان شي مش مقبول اليوم بتحس لا كلها الناس تحكي بالتربية بالمينتل بالمينتل بالبيينج باللايف كوتشينج بالميديتيشن بيحكوا كيف إنه بيحبوا هالكوتز بيحبوا هالريلز اللي فيه هون ستوريا أو فيه هون ميسج معين انسبايرين صاروا بيحبوا كلها ما تنسى يعني كورونا اللي عم بيصير نحن كمان شغلة إنه العالم كله مرق بنحس حالنا عايشين بحرب عالمية من دول ما نحس يعني الدار كتير فمنه هيا هيدا الشي كلنا عنا مشاكل نفسية وهيدي شغلة كمان مهمة إنه نحنا لما نفرج ضعف اللي نحنا عنا وهي أشخاص أنا يعني فيه أشخاص كتير بتحسين إنه بيكونوا مشهورين طلعوا معي وحكوا عن حالهم يعني عبروا عن مشاكل عندهم إياها إنه كتير هيدا الشي مفيد لأشخاص إنه يعني بسأ أنا بعرف نيلة إنه نيلة توينة إنه عم تحكي عن مشاكل صغيرة هي عندها إياها إنه هي بتشبهني أو فلاني ممثل أو شخص يعني معروف عم يطلح بيحكي بكل إنه عن مشاكله إنه أنا أنا شخص يمكن عندي اكتئاب أنا شخص رحت عن دكتور نفسيني أنا شخص عندي معاناة معينة أنا يمكن تربيتي كنت أنا والطفولي ما كانت كتير يعني ما كانت سهلة فبيعطي إنه بيخلي الشخص اللي عم يسمع إنه نحنا كلنا بنشبه بعضنا كلنا بنشبه بعضنا وما في حدا ما عنده مشاكل ما في حدا ما عنده أي مضعف ما في إنسان سوبر باور يعني اللي بيقول إنه أنا سوبر باور أنا حياتي عظيمة بيرفكت كل شي منيح بقوم من الصبح بعمل هيك وبعمل رياضة وبعمل 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 وبأكل ما بحياتي أكلت بطاطة مقلية وعرفته كله بيرفكت مظبوط والحياة بيرفكت والشغل حق بيرفكت كل شي لا ما في شي اسمه هيك إذا بتروح على كل إنسان بقلبه بعقله وبكل شي بتلاقي إنه كل إنسان عنده مشاكل عنده مصاعب عنده متاعب عنده قيم قوة وعنده ضعف وهذا الإنسان بس كيف أنت بتعايش مع كل أمورك كيف تتقبلها كيف بتلاقيها كيف بتفكر فيها هون القوة أو هون هي الحياة لأنت كيف تقشعها مظبوط وفيه أشخاص بحترفين بيعرفوا يخبوا يعني عرفت كيف اللي بتلاقيها هيك بإمج معينة ممكن تكون هايدي جزء صغير من حياته مش عم بفرجي كل حياته أنت بتعمل رياضة عم بتفرجي حياتك بعمل رياضة بتمنى إنساني بعمل رياضة تقالك دايما وكل يوم لا يعني أنا والكوتش هايدي بخبره أنه أنت بدك ضل وراي وضلت عايت علي تنزل أعمل سبار لأنه بعرف أن الرياضة شي منيه للصحة وللصحة العقلية يعني بجد بتساعد الرياضة فبجبر حالي لأنه سأنا قالك أنه غرامي الرياضة وتحب الرياضة بس هالفيديو حلو يعني نشوف الفيديو الانستجرام برافو نايلة أنه لكل لازم يعمل رياضة بتحب أو ما بتحب تكره ما بتكره بندك تجرب أنا ما تقول لي كل يوم قوم يعمل الرياضة ما فيه بس أنه بالنتيجة لا الواحد لازم يعمل وتفكر فيها أنه لمصلحة أنت لمصلحته لازم تعمل قدي بتاعتي وقت لحالك لنيلا من غير شغل من غير من غير تفكير بسفر أو ب يعني تخلقي جديد أو هالطموح اللي عندي بدي اشتغل على حالة قاعدة هدا الوقت أول شي وقت وقت لنيلا ما بلقي بس بذكر حالي أنا أصلا كيزة نفسي من كل شي ما بقى بدي بكون مسكة راسي بس الوقت بدي أشتغل عليها بس كمان شغلنا كثير صعب يعني منعيش على التليفون 24 ساعة جروب بيت امرجنسي ارجن جروب شو عم بيصير أي خبر ما بيطلع مش بس بس بلبنين وينما كان بدك تفكر على الريليتد ارتكيل بلا تفكر شو بيطلع أفكار معاك مش بس سياسي بكل شي فشغلنا كثير صعب والتحدي كثير كبير واليوم السبق الصحف كثير الكمبيتشن وينما كان على المواقع على مواقع التواصل كله كثير متعب يعني أنا عن جد وقت من زمان كان يقولوا مهنة المتاعب هيدا الشي المتغير مع الزمن يعني كل الأجيال بيقولوا لك انه شغلتنا مهنة المتاعب عن جد مهنة المتاعب وهيدا الشي الوحيد اللي عن جد ما تغير باقي معه وبدال مهنة المتاعب بس هيدا الوقت الوقت صعب لقيه يعني بين مابوعة وبين بين الولاد وبين الشغل وبين الحياة وبين كثير صعبة وبين مالك يمكن اي اخترت انت هيدا الطريق نيلا يعني انت انت تخصصتي بالصحافة بس لقيت حالك انه بسرعة تخصتي على هيدا المجال وعلى مسئوليته يعني من بعد استشهاد والدك لقيت حالك تحملتي بسئولية ما كنتي رادي او ما كنتي بدك هلأ تخطيها بهذا الحجم اللي خطيها فيه بلشت بلشت استعج اول شي بلشت ما في اي تاريخ على الاد بينون بالمجال وقتها بي قليل بلشي بينون بلشت بينون من بعد بالالفين واثنين يمكن بلشت بالنهار استعج ومع هذا الاستعج الكتير صعب يلي بيخزق لك الوراق كل النهار وما في موضوع بينزلك وروح غطك كانوا يقصوا عليك ما كان عنديك وسطة يعني امدا يمكن كانوا يقصوا اكتر مما يقصوا على حدا تاني عم بيعمل استاج الاخبار تنكب قدامك هذا الخبر الصغير بتكون ماشي يعني عن نونس عن مؤتمر او عن اي شي موجود فينكبوا كلهم بزبالة مع العييت مع غسان حجار اللي دايما يعيتها ليا حتى اول مرة نزل من بعد ما بعرف كم شهر وشهر وشهر اول اول تحقيق عملته هو وقت ذكرى الحرب 13 نيسان فهل قد اخد وقت ستة شهر تنزل اول مرة اسم بالجريدة يعني كان شي جهل يمكن قبل نزل شي مرة نونتي فانا اخترت اعمل صحافة وكان بدي اياها مع انه بايا قال لي انه تعمل بديك مش تتأيدي لانه انه بيت صحافة او انه شغل عائلة او شي رحت عملت 16 شهر بالفيقارو بنوفمبر بيت الشرين الثاني واز رجعت ما في يعني ما فيش اسبوعين ثلاثة واستشهر جبران انه ايه كانت كثير صعبة لانه بنت اليوم بس اجي اتطلع بقول هل الحياة ظالمة او مش ظالمة هيدا حق او مش حق عندك رسالة بتآمن انه فيش اسمه رسالة عندك دور مطلوب منك بالحياة كيف الحياة مرسمت لك هدو اللي كله انت هساؤلات كل يوم الواحد بيسألون وخصوصي على الاربعين اكتر من قبل ومع الوقت ما بيروح الجرح بيزيد وبصير انت بتسأل عن حالك وين نيلة شو نيلة شو الى كان بدي يا نيلة فبتوع عمرك 22-23 سنة بيك انقتل استشهد ببلد ممنوع تسأل شو في بالتحقيق ممنوع تعرف مين قتلك بيك ممنوع تعرف شي بدك تتقبل بدك تسكت قد ما تحكي كأنك عم تحكي وما حنا نسمعلك وما حنا ما ترسلك عشوية مكان عندك نص الناس حتى ما بدون يعترفوا انه بيك شهيد للأسف هدا قدي الشي نفسيا بيزعج فكانت كتير صعبة بتفوت على عالم تقشع حالك هيك ايام انت وقاعد انه مش حالك وحوش بس انه بتحس وحوش من هون ووحوش من هون وبيموت الانسان كل واحد بده ياخد هيك مثل بده يجي يدري بياخد شي عرفت شو فينا نربح من هون شو فينا ناخد من هون وين فينا نعمل ضرب من هون تطلع انه ايش القد العالم فيه وقزة بتكون انت عم تطلع على الانسان اللي خسرته وراح واللي هو بيك واللي هو كل حياتك وانا هل قدك انت مع القبية وقبل ما يستشهد بسنة عاشت معه اطلع وانزل عالطريق وصرت عايشة مثل هولي الوهم هاي سيارة بتنفجار هيدا بده يقتلو شوية يحطه شندع تحت البناية شوية بالبيت يكبه حجر يعني تخيل حالك اصلا عايش سنة محضر حالك انه انت بيك رح يموت انفجار كلتك بتحس شي بدي برج بوجك تخيل اديش بعقلك بيصير معك مشاكل يعني فوقت اللي صارت كنت راجعة معه لأحد كان عم يتكرم جدي بفرنسا من دومينيك دو فيلبين قال لي خليك مع جديك للتالتة لا بده ارجع معك قال لا خليك بقيت مع جدي واسبوع الصبح على الخبر حسيت يعني مرت جدي عم بتقلي انه عم بيقولوا في انفجار وصلي اول شي مساج وتليفاني عصاري دقدي قلت انا في شي بتقلي مار جدي عم بيقولوا في انفجار بي وطالة هدا اكيد جبران يعني لا ليش عم بتقولي هيك شوية شوية صارت قلي عم بيقولوا بالمكلس على طريق المعامل يعني هاي الطريق يخلص هدا جبران تقلي لا مين قال شوية بعين صارت قلي عم بيقولوا لا خلص تقلي هدا جبران هم نرجع على لبنان هلا كيف انا نرجع اديش هدا الشي صعب تشوف كمان الى جانب هالشي بهاللحاظات بي اللي هو جدي غسان انا قاعدة حدو راح ابنه اللي هو اخر ولد راح يعني هو خسران مكرم عمي وعمت نيلة قبل هو ستة نعنجا فهيدا الانسان شو بعين عندو راح اخر ولد اديش كان هالقد في هالقوة وهال هيكي الصمود يعني فبتطلع انه كتير صعبة طلعنا بالتيارة وهو قاعدة بوجه قلع انه هيدا الظلمة كيف انه كيف ماسك حاله وقبل ما نطلع دايما بعيدة هيدا بس لانه هيدا جملة يمكن هي بيقول لي ما بطلب انك تكوني رجال بس كوني على المتوقع وبايك تكوني من هون بتبلش يمكن مش مسئولية بس انت بتحس انه ايه لا مش هيك راح يروح بيا وصلنا غير ماشاتي جريدة جدي قال النهار مستمرة جبران لم يموت والنهار مستمرة و بتصير مثل مش تحدي وستدر بيصير يقول لك يطلعوا بيانات بدنا نقلب النهار ليل وبدنا نقلب بكل رواق وبكل قوة وبكل اهم شي بتعرف شو بالحياة تو بي ديسنت هيدا ال واحد انت انسان متلك متل كل انسان راح بيك في كتير ناس ماتت اديش الجرح لليوم بعد 18 سنة اكبر من 18 سنة قبل بس بتضل ديسنت بتبكي واحدة يمكن تبكي ايام فيها لحظات ضعف قدام ناس يمكن بتتخبرني خبرية هلأ ببكي بس كيف تتماسك تكون انت تكون قد هالمسئولية وتكفي اذا انت بتحبها هلأ لو انا ما بحبها ما كان فيها اعطي بس بحس انه فيها القوة رغم كل المشاكل رغم كل المصايب ازمات مالية مش بس ازمات لبنان يعني الميديا مرأة بعدة ازمات النهار مرأة بأزمات كارثية بها 18 سنة اللي انا موجودة فيها وكلها قدرت انه اعمل مانجمنت لحالي وللمشاكل اللي عم بوجهها كل واحدة وحدة ودايما نقول انه اصعب شي صار معي هو خطرت بي فكل شي بدي حلو بدي حلو لانه مقامنة باللي عم بعمله وبيدي حلو لانه مقامنة انه انا اذا بدي اترك ذكرة باية لحبة لباية ولا ايمانة باللي هو كان عم بيعطيه وباس تتذكروا لهذا المال مش بالسياسة هو باس ترع تتذكروا في شي من فوق بيخليك يعني بيتفشك انك تكفر لو شو ما صار فايه بهالطريقة اللي بتكفر فيها لو شو ما صار بهالطريقة كل يوم بتعيد حالك بتفكر انه بيقولوا ايوه شو هالظلم مش علاقة بتذكر انه كل انسان عن مظلوم كل انسان عنده تقلو كل انسان عنده هيدا التقل اللي بيمسكوا معه كل يوم وعنده حياته يالي فيها مسايا وفيها قصص منيحة وفيها قصص حلوة بس كيف ستطلع على حياته تحملت كتير بكية كان عندي احلام تانية اتعلم زيادة اظهر اتعلم برا اعمل استاج اكتر من الفيجاروك والوحقين بيحكي مع نيويورك تايمز مع الواشنطن بوست ما قدرت اعملون بس انه الواحد هلأ عم برجع ايام باخد كورسز بعمل تقدر ترجع تعملهم بطريقة تانية بس اللي تحملتو تحملت كتير بعمر صغير تحملت كتير ويعني قرث كبير قرث سياسي وقرث ثقافي وغيب والدك جدك سلمك الراية حصيت لما قالك هاي الكلمة انه ما ضرورة تكوني رجال بس تكوني مرة حاملة المسئولية وعطاك الراية حصيت بانه انت كمان عنديك مسئولية انا نيلة بدأتركها اللي كانت قبل هل عم بكتشف نيلة جديدة وهل حصيت انه في العالم عم بيحملوك هالمسئولية عم يعطوك فوقتاتك يمكن انت هلأ منك جاهزة انه كانوا كل النظرات صاغوا بك انه نيلة هلأ شو بدا تعمل كيف بدا تكمل في النظرات الايجابية وفي النظرات السبورت اللي بتدعمك ولي حدك ولي بتفكي فيه كل هي يمكن قليلة لانه اللي بيكونوا عن جد صادقين وعندك نظرات ناطرينك وين بدك تدركب وين بدك هون تغلط وينبسطو وعندك نظرات مبطيئة وبتكرهك لانه هيك الحياة مش كل الناس بتحب كل الباقي بعضه بس اكيد كان في كتير الناس عم تطلع انه انت شو بدك تعمل اهم شيء بالحياة اكيد شو بدك تعمل والناس كيف بدك تتقبل ومحبة الناس والانتقاد اللي بالناق انا بجاوب عليه يعني انا اذا بيوصلوا لي دايريكت ميسجز على السوشال ميديا او ميلز او شو بيوصل بجاوب بس الانتقاد اللي بيجرح بس تنجرح بعضنا ما بجاوب لانه ما بيعتبر انه هيدا شيء بيشبهني وما في يجاوب على هالشي كتير صعب بس بذيت الوقت انت مهم تفكر انت شو بدك تعمل شو اللي عند تعطي في مؤسسة بين ايديك في مسئولية في رسالة بالنتيجة الاعلام هو رسالة مش بس مسئولية وما انه انت بتروح على البنك الساعة 8 بترجع خمسة او بتروح على شغلك ووصيفتك هي حياة معينة بيصير بتاعتي حياتك يعني انت بتكرس حياتك بتصير لهالموضوع بتدفع أتمانة كتيرة والبيكون بيصير انسان بمسئولية بيصير وجه عام بده يتحمل هالمسئوليات والعوائب اللي بتصير معه بس تكون تبقى انت لو شو ما صار وقد ما الناس تنتقدك ما تضعف لأنه الازمة ما له معنى بنتيجة اللي عم يقزي بدك تفكر ليش هو مقرر يقزي بحياته ما بعرف مين كان مين حسيتي يعني مش بالاشخاص مش بالأسامة بس مين الناس اللي ما بدون هيدا ما بدويني انجح او هيدا اكيد في كتير بيكونوا حزدين في كتير ناس ممكن ما بتحب هيدا الشخص في كتير ناس بس بنتيجة بلاشت على عمر صغير يعني مش انه بلاشت كنا عملي 22-23 سنة متل ما قلتلك انه مين بدو يقول ما بدي نيلة وبدي نيلة يعني مين كان نفكر فيها تنكون واقع بس كملتي هيك نيلة يعني كملت برواء كمان بروائك يعني بعديك ريئة بعديك نفس الشخصية كملتي بروائك كملتي بأسلوبك انت ما كنتي عم بتت تفوتي بانه يمكن كان مطلوب مني تكوني نفس نفس السرعة اللي كان يمكن الوالد موجود فيها او الزخم الثورة اللي كان موجود عندوية الوالد بس انت اخدت الامور متل ما انت قادرت حمل اتخذيها اشتغلت على حالي كون انا اوكي ابني شخصيتي كون انا يعني انا ولا مرة فتحت سكرين او دي بي دي قبل وهلأ يوتيوب تأطلع على مقابلة باية عملات تجرب اتقلده يعني ولا مرة بحضر مقابلة لباية مرتين وثلاثة تجرب اتقلده يعني ايامكم مش تقتله او طلع باية اسمع هالموضوع او فكرة كان ايلا او شي بفوت بسمعها هيك بس جرب اتقلد جبران ابدا هون تفشل وهون الغلط اللي بعض احيان الناس انه منى مثل باية انه منى مثل باية منى مثل جدة لا انا ما بدي كون لا جدة ولا باية جدة اللي عمله بحياته وبركور حياته كله يعني هيدا الانسان اللي عمل بالديبلوميسية وبالسياسة وبالصحافة وبعلاقاته واسمه وكان كاتب انا ما بدي مش قادرة كون جدة غساني يمكن كون غير شي ويمكن جدك جبران كمان صح فانا ماني قادرة يعني انا مش ماني قادرة ما بدي مش هدا الانا طالبته بدي يكون حالة بتعلم مننن بياخد الانسپيريشن منن انا ماني جاي يكون باية ما في يكون باية ليش ما فيك تكون مش لانه منك قدة ما حدا يفهمه غلط بس غلط انك تجرب تتقلد انسان لانه ما في انسان بيشبه التاني كل انسان عنده كيانه كل انسان عنده شخصيته كل انسان عنده حاله فانت تكون مرتاح بالعالم اللي انت فيه بالشخصية ما عم تلعب دور بحياتك بدك تكون انت فاذا كتجي تتقلد حدا تفشله اذا الناس بس يبلشو هاي دايما سمعته يي بس مانا متل بيا يي الله يرحم بيا وين وينك وين لا مش وينك وين انا نايلة هاي دا انا مش جاي يكون بيا بالعكس تذكروا بيا وفكروا بيا وهيدا هو بيا يلي جبران بالنسبة لقالي مش بس بيا جبران كان حالي زاهرة خلقت 48 سنة كان عنده دور عمل حاله عاش حياته بكل شي كان عنده هيدا الروح الثوراجية والشغف بالحياة وحب الحياة ومتل واحد راكد تعرف ليش يعني بالاخر وقت اللي راح بتطلع هلأ فهمت ليش راكد هالقد وبدو يعيش وبدو يعمل سبور وبدو يركب خيل وبدو يتلعب البحر وبدو يسافر وبدو يشتغل وبدو يعمل احلى مكاتب لانه بدي يكون متطور مثل الخارج والنهار لازم تكون هيك وهيك وهيك والدراسات للنهار وهي الخبرة وبنجرب هيك لانه يمكن كان واحد شو عرفنا هاي الحياة 48 سنة هو بتفراح بسانية ويمكن راح متل ما هو بدو يروح يعني يمكن الله اخده بالطريقة اللي هو بدو يروح فيها شهيد عم بيدافع عن بلده عن شو عم بيدافع عن حريط واستقلال لبنان عم بيدافع عن حريط الصحافة عم بيدافع عن بلد بيحلم فيه متل ما هو بدو يا بس ممنوع تحكي بهيك بلد بيقتلوك هدا اللي بيصير فهون يعني اليوم الواحد بيكون حاله الانتقادات موجودة ورح تضل موجودة ولو شو ما عملت بالحياة ما فيك انت وانا وكل انسان الفنان الصحافة اللي بيغني الممسل الكاتب مدير بانك رئيس اكبر شركة مش رح يرضي كل الموظفين مش رح يرضي كل الناس فهدا تكون انت بالحياة بعض الاشياء هيك صغيرة وبوقف هلا الموضوع السياسي اللي المعنو ما بنحكي سياسي يعني بس من الاشياء اللي انتقادات اللي هي مشاركتك في مجلس النواب ورشحتها بس انه يعني انا اللي شفته معنوات موطعتها سياسي وعرفت كيف ودمار ومعملت شي وانه لأ انه شوائحة جولي كانت اكيد هذا انا انا طلعني اليوم كل يوم صرخ وعيت وامل خطاب وقول وامل وهيك ما فيه يكون انا بشعب لك شخصية كل انسان انه وين كانت وعم تحضر ليش اصلا كان فيه برلومان كل الوقت اذا انا عم بساعد الناس او لا شو بجيب خبرك اليوم انا ساعد فلان وعملت لفلان وخدمت فلان وعملت للأسف انه النايب بالبنان لازم يخدم وليزم يروح على التعازي بتروح على تعازي اشخاص ما بتعرفن بتخيل انت جاي تعزي بتعزي الانسان بتروح تقعد حده ليلة انك بتعرفه وبدك تكون انت عم تسنده لا اليوم بالبنان ما بتعرفه بدك تروح تعزيه مشبور طب انا هادي شو بيسموها بالحقيقة جاوبني اذا واحد ما بتعرفه راح يعزيك انه هو سأل عنك او هاي مصلحة مصلحة انت خبية كل هالامور هلا اذا انت فيك تساعد انسان اذا كنت نايب قمناك نايب بتساعده بس مش لا بتربحه جميلة لانه انت مقتنع انه لازم تساعده ولا بتربحه جميلة ولا بتخبر هيدا هيدا انت اذا انت هيك اطلع صرخ على الكاميرا كل يوم ما بعرف كون هيك ربح جميلة ما بعرف كون لازم كنت اعملو اعملو بس السياسة بالبنان تحرق يا بدك تعف انت تعمل هيدا الشوقوف وتكون موجوده كل يوم على الاعلام يا السياسة بالبنان بتحرق بلحظة وما في السياسة بالبنان بقى وما في ديبلوميسية هو الكبار للكنوة اسامي اللي منتعلمون ناصيحتي مش بس للبنانية عن جدلة كل واحد بهمه لانه مرأ كتير جال سياسة كبار بالبنان كتاب دخلوا السياسة رؤسة جمهوريات كان عندهم اسم نرجعلن ونقرين لانه برأيي اليوم هدا الشي مش موجود بقى للأسف مظبوط اليوم قاعد مع التيم طبعي عم نقرأ عن تاريخ عائلتك نيلة وعبقى لولي يعني كلهم جيل جديد اولي هم فيه منهم بقى هو للرجال السياسي رجال التاريخ غسان تويني وجبران تويني صعبة تلاقي بتلهم بقى صعبة مش لقى انه عائلتي بس صعبة بتعرف هدا الانسان اللي ما عنده مصلحة الوقت اللي بتربى ببيت ما بحثه كان عنده مصلحة ما فات بولا ما فات بولا شي لمصلحته بتتلع انه عن جد كانت مصلحة لبنان مصلحة شعب مصلحة مؤسسة مصلحة كانوا مسكين راية الاعلام ومش بس باللبنان يعني جبرانش جد تخيل كانت وسيطه انه انت بتدافع عن بلدك بالاعلام كنت كصحافة وكمؤسسة النهار وبتدافع وبتكون الى جانب العرب فقديش بده واحد من تسعين سنة وقت اللي بلش وقسس النهار عم بيطلب منك توقف الى جانب قضية لبنان وقضية العرب ضد العالم كله فقدي بده انفتاح وقدي بده الواحد يكون عنده هيدا الجرأة وهي المسئولية وقدي بده تحس انه انت شو هالمسئولية وشو هالجرأة وكيف بس تكتشف قديش عن جد قدروا دقلك عن جد بفتخر ان يكون من هالعائلة مش لانه شوفت حال بس عن جد ما بيرجع ناس مثلهم في كتير ناس من هالاشخاص اللي ما بيرجع مثلهم كيف كانت علاقتك انت وبايك انت وصغيرة خبرين عن طفولتك شوي عن اختك علاقتك مع اختك وبعدين مسئولية عن مالك اختك يعني ربينا انا واختك في ايام الحرب شوي بعدتنا يعني سفرنا رحنا على بريس بعدين بيا لحقنا وبعدين جاءنا على لبنان اهلي كانوا انه طلقوا بعدين كانت علاقة كتير قريبة من بيا يعني وبالعكس كان بقي البيت انه مثل بيت واحد لو شو ما صار وقدروا يعني العائلتين انه يكون فيه هدا الاحترام هدا المحبة رغم كل شي فبالعكس بيا كان كل شي لقلي كان كل حياتي وهو هل قد انسان سهل وقدي هيك راية ومحب انه بالعكس قد ما يكون هيك سورجة بس عنده اياها هالحنية وهالاهتمام فكنت كتير اقريبة منه وميشيل عشنا انا وياها اختي يعني وهلأ في فرق ست سنين بيني وبينها كل واحد شوي كان من هو وصغير طبع بس عشنا مع امي عشنا مع ستة وجدة بيت المر وكبرنا مثل كل هالولاد عشتوا اكتر مع اميك مع امي ومع ستة وجدة وبعدين انا بس كبرت نقلت عشت مع بي ومع زوجته سيهم سمام خربط بلا سيهمة ميشيل موار وعمك خالق ليس المرسا صح مخصبوة شفتي صلطن صح مخصطن انا صليح عشي سنينة بالبلد بعيد عن السياسي وبعيد مش اريع بلا معرف عمت تعرفت اعمالك وكيف تعرفت عليه كنت عم بغطة باللبنانية كنت عم بغطة محاضرة لمرسة الغانم وصرنا اصحاب يعني بلشنا كاصحاب ومين تعرف عالتاني يعني كاصحاب مش انه اول شي ما كان في شي كنا كتير اصحاب وبعدين استشهد بي ومكان يعني كان هدا الصديق اللي دايما الى جانبي المواضيع الاجتماعية اللي بيغطيها مالك انه بتحسي انه اوفرولمينج شوي صغير تنقلوها عالبيت وتحكو فيها وانت بالسياسي هل بتلاقي هدا الشي كمان انه يعني كمان هو حامل قضايا كتير قضايا انسانية حلوة ويعني عم بيعبر عنها هل انه بتناقشوا هاي المواضيع مع بعضكون؟ نا هلا كل واحد شغله يعني شغله لانه شغله ووحده وما من نفوت بقصص الشغل هدا كان الاتفاق وما يكون في الولاد يتأثروا بشي يعني اهم شي الولاد حماية الولاد حتى واحد يفصل شوي كمان عن الشغل سحر انه اهم شي واحد بتاع بحماية الولاد انه يكبروا الولاد عندهم شخصيتهم ما يتأثروا ما يتأثروا بشي يكونوا مرتاحين يوم الواحد مقتل بتجيب الولاد ع هالحياة مهم تحميهم من كل شي خصوصي بهيك بلد وخصوصي كل واحد مع كل هالمصايب اللي عنده إياها ومواضيع يعني بصراحة يعني بسير فاتش واحد على موضوع إيجابي يكتب عنه ويكتب عنه ويحكي عنه وبدك يه وهول الولاد ربيت بين كورونا مش ولادة بس عند الجيل اللي ربي بين كورونا وبين مصايب وبين حروب وهو هل قد اكسبوز على الانلاين وكل شي صعب واحد قد ما فيه جرب يحميهم ويخليهم مع أصحابهم وبالصفار وبالمدرسة قد ما بيكون أفضل مع أنه تيجي عندهم يعني الاكسس على الانلاين شو اسموا لديك؟ جبران شريف ونور جبران عمره 13 شريف 9 ونور 7 ونور للتفصيل ميرلا نور ميشيل مور ليسلمور مكرم التويني نيلة تويني مايش بدك تواجع راسك هيك الادة؟ مافت فيه ونحن ما انت خربت طيب خبريني كيف ونيلة انا هيك اسمي نيلة ع عاسم عامتك توفيت عمره 9 سنين كانت عندالو كيميا ووقت اللي خلقت هاي يفاجئو يبسطو ستة نادية كانت كتير تعباني مريضة بسل السرطان نسموني نيلة ويفاجئو جدي غسان فبوقتة بين أمي وباية وجدي ميشيل وستة سيلفي انه لازم تسمي نيلة هيك تبلسم جروه غسان ونادية وهي كانت دايما عنده تعرف الجورنال يعني كل يوم وين تكتب يومياتها فكانت تكتب انه هي رغم كل الواجع والمعاناة هي ناطرة انه انا اخلق ووقت اللي خلقت كانت تقول انه بدا تبقى تسمعني انه هي اندفنت بجنينة حد بنتا فكانت تقول انه بدا تسمعني وتسمع صوتي ودحكاتي بجنينة تا هيك تكون عم من فوق للسماء فهيك هيدا تاريخ كيف تسميت نيلة عمي مكرم توفى اكسيدان بالتسعة وثمانين سوري بفرنسا وستين عام جا توفت كان عمري عشرة شهر بالثلاثة وثمانين فبقى جدي غسان وباية وبعدين راح باية بقى جدي اختي ميشيل وعندي ستة سيلفي وجدي ميشيل خالي ليس خالتي لينا وامة ميرنا واختي ميشيل وعندي اخوة من زوجته التانية لباية سيهام نادلة وقابرييلا اللي صار عمرهم تمانتاعش ياللي ما قدروا يشوفوا بايوا من دلأسف كان عمرهم كم شهر كان عمرهم ثلاثة شهر وكيف علاقتك فيه هون وتتلاقوا مع بعضك عيني اخوتك هلأ ظروف اللبنان يعني راحوا يكفوا علمهم باليونين بالمدرسة هلأ خلصوا تخرجوا السنة ورايحين بعدين على لندن فبعدتنا شوي ظروف الانفجار وما انفجار نايلة قديش مواضيعك بتكون فيها مواضيع بتأول امرأة بتعطيها ولما جيت قلت لي لأ عاطي المرأة قوية قردي وما بحاجة لتاقوية صورة الامرأة انه دايما ما عندها حقوق هلأ بدوني ناقشنا معهم حق بناقشوني انه ما جلسوا النواب البرلمان بالحقوق باللقوانين ما عندهم حقوقهم لازم يفوتوا يشارعوا يطلعوا له نقوانين ما عمل لك لأ بنيقاش تاني مع الناس اللي بتحمي حماية الحقوق بس انه اليوم المرأة عن جد هايدي الصورة بتزعجني كتير انه دايما هاي المرأة اللو ضعيفة وبدأ حقوق ليش بدأ حقوق؟ اليوم المرأة عن جد عند حقوقه ناشحة عم توصل عم تتعلم باهم مراكز عم بتكون بالعالم العربي كله اليوم عم نشوف الوزيرات الموجودين النواب المسؤولين باهم شرك موجودة للمرأة المرأة اصلا اذا بتجي بتتطلع مع احترامي للرجل المرأة اليوم طيب بين بيتها ولادة مسؤوليات ولادة وبين حالة وبين الشغل تديش عندها ملتي تاسك اكتر من الرجال هلا في سيدات بيقرروا يقعدوا بالبيت وما يشتغلوا هدا قرارن ويمكن للأسف بعض الأحيان قرار الرجل هون بتصير المرأة حق عليها مش حق عليها ان الاساس تنتفد انه مش عم بعلم الناس تنتفد بس انه لأ انا بدي اشتغل انا بدي اتطور لانه بكرة واحد ولادك بيفلو بيروحوا بيشوفوا حياتهم مثل انت قاعد وحدك انا معك الامرأة تشتغل ليش كل امرأة تشتغل تقدر تتكلع حالة غاسة محلة صار معا شي انه هي تكون قادة تتكلع حالة وبعدين للعقل ان اليوم المرأة اذا هي مشتغلت ع تطورة ذهنة انه هي عندها شي عم تنفع غير باهتمام الولاد بشغلة عندها هيدا الشي اللي عم بتحقق شي صار كثير مهم بعالمنا بتخيل انت بعد النسوين قاعدة بس بالبيوت صعبة فهيدا اللي انا بقول انه هون المرأة هي لازم تكون قوية وتقدر تشتغل لو يمكن بارت تايم لتقدر تلحق على بيتها ولادها وبالدكية وتربية ولادها بس تقدر تشتغل ما يكون في النسوين درسوا ومعا اشتغلوا او حتى انا مع المرأة تدرس البنة تدرس لالاخر تخلص دروسها قبل ما تدرسوا تفكر بالجيزة ما هو بيبلش دور الرجال بهيدا الشي كمان انه البي او الزوج تعرف وهيكت عم بقول لك اياها قبل حكمة وقت كنت عم بحكي كنت يعني بعدنا جاي بنسفرة عالكويت وتعرفت على سيدات عمر يعني صار انه التاريخ بتطلع على كل البايو وسيفي بتقول واو يعني قديش كان فيها الانفتاح انه البيون عيلتن شجاعتن يدرسوا دهرون للخارج يدرسوا يتطوروا بعلمهم كانوا يعني لقلهم تا يتعلموا ومن بعدها تطوروا هالنساء الكويتية تطوروا وعدتوا ببلدهم ان كان بالبرلمان ان كان بالوزارات ان كان بجامعات ان كان بمراكز كل واحنا عند دراسات شغلة على دراسات اللي بتكتب شعر اللي بتكتب كتب يلي دكتورة بالشيمية وعملوا عيل وهالعيل نجحت ان كانوا من رجال اعمال او بعالم السياسة او بعالم السقافة فهيدا ما بيلغي هيدا بالعكس الواحد المرأة اليوم عندها عند حقوق كلها والمرأة قوية والمرأة متواجدة يعني ما بقى نقول انه حقوق المرأة والمرأة معترة يعني لو مش مع كلها حقوق هالقدي الا انت فيك تحكي هالحكيات كتير منيح يعني اذا انا بحكي يونما هيدا انا عطول مع صف المرأة بشكل عام وبدعمها اكيد وبعتقد انه بعد بحاجة للدعم انه يعني ادمم نعطيها دعم بتضل بحاجة والموضوع بيختلف من منطقة لمنطقة لا توعي بالزبط لانه العلم اساس كل شيء بالحياة الواحد لازم يتعلم ممنوع الواحد ولا انسان ما يتعلم اديش انا مشهد بيستفزني واتشوف ولد على الطريق في ناس بيقولوا لي ما توقف انحنا باللبنان كتير عنا ولاد عطرار بيوصيروا ليش عم توقفي لو بصير بفتح سيحاديس معه بيقول له طب اذا انا هلا بدي استعدى بيستفزني كتير الموضوع ما في ولد لو شو ما صار ما قالوا حق يتعلم وين من كان بالعالم يعني الجوع والعلم هولي عن جد هولي بيستفزوني اكتر من قصة حقوق المرأة لانه انت هاي دل بتبلش فيه انك الولاد الجاعنين والولاد البلا درس لانه الدرس هو اساس كل شيء السقافة والعلم هدا سلاحنا بالحقيقة كيف عم بتلاقي الانفتاح الموجود بالدول العربية وبالسقافة اللي عم تطلع وعم تفرجينا وجهها جديدة وحلوة وعم تلاقيها يعني عم بتفرجي ناس عندهم مواهب وناس عم بيعبروا عن حالهم بطريقة حلوة وناس عم يجذبوا الغرب لقلهم حتى على صعيد انه يعملوا منتجات خاصة فيهم بالكولتشر تبعهم يتقبلوها عم بيعبروا عن حالهم يمكن السوشيال ميديا ساعدت كتير انه صرنا نشوف اشخاص بس يعني ما كانوا عندهم هالمسيحة من التعبير بس نصر يعبروا عن حالهم لقينا عندهم يعني فعلا مواهب جيدة وحلوة كتير وعم نتقرب اكتر كشعوب عربية من بعضنا نحنا هلا بهالفترة بتعرف تطور العالم العربي والتغيير اللي صار فيه ما بقت قدر تلحق له يعني مثل التكنولوجيا بتشوف قديش فيه تطور قديش فيه قصص جديدة عم بتصير قديش كل يوم فيه فكرة جديدة عم بتصير عن جد انه الواحد بيفتخر يقوله انه نحنا بارت من هالعالم وقادرين دايما نكون متوجدين بهالعالم العربي ان كان بالامارات او غير الامارات بتطلع قديش فيه هالتطور قديش العلم صار كثير مهم قديش التكنولوجيا اه وقت لانت بتكون اليوم عم تتمشى وماشى بالسيارة مارق احد متحف المستقبل طب وحي فكرة انه متحف المستقبل انه بدنا نعيش صحيح بالماضي ونتعلم من الماضي صحنا نطلع على المستقبل بعد تطور اه جنون يعني عم بيصير بالعالم العربي ظاهرة اه سباقة اكتر صارت من العالم الغربي يعني اليوم اليوم باقي ايامنا ازا بدنا نحكي عن تطور بدنا نحكي عن تطور بالتكنولوجيا بدك تحكي عن كل السورفزز الخدمات الموجودة بالعالم العربي صارت اه وين وينك وين يعني ومش لانه نحن بهالمنطقة بس اه تعرف شاهله هايدي هون الشطارة والمسئولية والمسئولين وقت الواحد فيه في جن في رؤيا يعني وقت اللي انت بتقرأ بالتاريخ بتقرأ تاريخ الشيخ زايد من سحرة وين صار البلد وين تقرأ انه في ناس في مسئولين بدون مصلحة بلدهم بدون مصلحة وطنهم بدون مصلحة مواطنينهم انه تصير انت مثل الامارات عايش بكوزمو بوليتن سيتي في كل جنسيات والكل مجبوري يتحترم بعضه والكل مجبوري يمشي تحت القانون والكل عنده مساحة يقدر يبني شي لحاله فيه اديش هدا انفتاح اديه هدا الشيء العالم الحلو اديش هدا العالم اللي الواحد بيحلم ويطمح انه يكون فيه وعن جد هايدي هايدي رسالة كبيرة ومثل يعني مثل الواحد يمشي فيه مثال وهيدي الصورة اللي بيفرجوها على طول وبيطوروا منها وبيدعموها انه صورة انه كيف العالم فعلا عم تمشي عن نظام كيف العالم عم تساعد بعضها كيف العالم او او قدي البلد امان قدي انت بتتركي غراض هدا المحل الوحيد شيف تكترك فيه تلفونك ويطرق تلفونك عالطريق وبترجع بتلاقي بعضه محله يعني وهني هني عم بيركزوا على هيدا الشيء عم بيفرجوا لانه هدا الشيء اوكي بيعلم بعلم العالم انه فعلا هيك لازم تكون البلاد وهيك لازم تكون الانظمة والبصير كل شخص هو يعني باي ديفولت عم يحترم النظام وماشي ماشي على الاوانين وبعضوها مش ديهاية لا انا ولا انت بعرف ولا انا صلي خمسة وعشرين سنين بس عن جد مش هدا البلد بتحس حالك بارت منه ما انك غريب انا صلي خمسة وعشرين سنين هوني بس انه وكمان يعني انا لقلك شغلات شغلتان اللي شافتها غير انه التطور والنظام والانفتاح اللي لما الانسان يسافر مش بس على امارات على اي بلد تاني نظرته للانسان الاخر بتتغير بيصير يشوف قدي الانسان الاخر بيشبه وقدي الانسان الاخر يعني ان احنا كلنا شعوب وحدة بس اللي بيجمعنا هي انسانيتنا وسقفتنا واختلافنا هو كمان عنصر حلو بيناتنا وهيك لازم نتطلع ببعض وهيك لازم نتعلم من بعض قديش واحد بيتعلم من الاختلاف وقديش الواحد بيتعلم من كل بلد ومن كل انسان من كل واحد وقديش الواحد فيه يكون عندها اصحاب من كل البلدان يعني وهون فكرة التسامح للانسان والحياة اهمة شي التسامح فهيدي انا بلاقي من اساس الانسان التسامح يمكن بتسألني كيف عايشة هون كمان انه وقت اللي برجع يعني يمكن كتير ناس ومنهم انا انتأجد غسان والقال بتفنوا الاحقاد من هار اللي مات ابنه بس هادي جملة اليوم بتريفقتنا بمسكتنا بمسكة بايدة وبمشي وبتذكرني كل شوية وقت اللي بعصب كتير وبصير بدي هيك يطلع شوية حقد انه هيدا مش حق وكيف قتله وكيف كيف طيب رجع بتذكر انه الحقد ما بيوصل لمحل التسامح هيك بتكون الانسان هي مش بالمأديان والمزاهب الحياة بهو الانسان شو بيكون بحياته ان كان من التسامح ان كان من الاحترام ان كان من هو شو بيكون هو كانسان ما هي الله تويني شرفتيني وانا كتير مبسط فيك ويعني بفتخر فيك من كل قلبي وفتخر بتاريخك وبوالدك وبجدك يعني لو هيك عم بوصل صورة صغيرة او حدا ما بعد ما بيعرفك خليه يعرفك يعني فهذا هيدا الجزء الصغير اللي عم قدمه بفتخر فيه انا بديت شكرك وعن جد اللي انت عم تعمله كتير حلو وحلو دايما الواحد يتجدد هيدا درس ومثل لكل انسان انه ما في شي بيوقفك ما في حدود بالحياة ما في ليميت ليميت انك ما تأذل ليميت ما انها ما تقتل ما تجرح حدا ما تخرب بيت حدا بس بالحياة حلو دايما انسان يكون احلامه عنده لا حدود وقت ما يبعد عندك حدود ودايما تحب تتطور وبتعطي وتعمل خبرة جديدة وتختبرها وتصير انت يمكن فيها فايت ما تكون بعد ما تعد انسان مبتدق فيها تصير متطور وعندك هيدا الواحد اليوم لازم يشجع كل انسان يكون هالقد عنده هيدا المرونة انه يقدر يتطور ويفوت ويعمل تجارب ويعمل مغامرات جديدة وينجح فيها يمكن بعض الاحيان في قصص ما بتنجح فيها بالحياة وبعض الاحيان بتنجح باشا وبتلاقي حالك اهم شي الانسان يلاقي حالو ويضل يتطور وما في شي خوفه للعمر يوقفه وللحياة ولا مشاكل الحياة بالعكس يضل مكفى ويضل مآمن باللي عم بيعملو بحالو مثل ما انت كتعم تقول قبل الواحد دي عطي وقت لحالو يفكر انا شو انا وين انا شو بدي بالحياة انا شو اللي بدي اعطي انا مين انا مين دايما كتير مهمة وهذا الوقت اللي انت كتعم بتقوله يعطي لحالو هيدا اللي بيوصل الانسان لنجحات كتيرة ولا هيكي راحة البال فدايما نكفي ومع مفجائتك الجديدة ونطرينا كمان تعمل حلقات من لبنان تانكيو على اكيد على اكيد والاستمراريك طالما الواحد عنده حلم بيضل يستمر يمكن الفكرة طلعت من من كورونا انه لما الحياة وقفت واحد اللي بيضل يقدر يلاقي طريق جديد والحلم طالما عنده طموح ويضر يستمر دائلا thank you so much دائلا